شكرا لمعلقنا المتميز الكابتن محمد رمضان بسلاسية رائعة وممتعة يفرض الأهل سيطرته على مباراة القمة بين الأهل والزمالك في الدقيقة التاسعة في الشوط الأول يحرز اللاعب حسام عادل هدف النادي الأهلي من عرضية رائعة من اللاعب عمر سيد معوط ويضيف أحمد محمد عبدين الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة خمسين من عرضية رائعة من اللاعب عمر زكري وفي الدقيقة تلاتة وستين يحرز الهدف التالت للنادي الأهلي والثاني له حسام عادل من جملة من أكثر من رائعة بين التوام حسام وابراهيم ومن عمر سيد معوط يحرز اللاعب حسام عادل الهدف التالت هدف التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة تلاتة وستين من جملة رائعة ويحرز النادي الزمالك الهدف الوحيد له عن طريق اللاعب محمد السيد في الديئة سبعة وتمانين بهذا الفوز يواصل النادي الأهل يتصدره لجد دول المسابقة نروح لفاصل وبعد الفاصل لتحييل الفني مع الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد سابت أهلا بحضراتكم من جديد كابتن حشيش ألف مبروك مباراة رائعة خاصة كمان شوطي الثاني النادي الأهل قدر يزيد من الأهداف هدفين في الشوط الثاني وهدف في الشوط الأول في مجمل مباراة مباراة أكثر من رائعة للعب النادي الأهل طبعا مبروك للنادي الأهل مباراة كبيرة نتيجة كمان كبيرة مع طبعا المنافس التقليدي طبعا نادي الزمالك مباراة قمة نادي الأهل يكسب بثلاث أهداف أهداف ملعوبة وأهداف جميلة يعني طبعا خدم النادي الأهل برضو التوفيق في حراز توقيت حراز الأهداف فأول طبعا هدف في الشوط الأولاني بعد تسعة دقائق كذلك بداية في الشوط الثاني فأول ربع ساعة هدفين تأتي صفر بتقتل المباراة بحي طبعا فريق نادي الزمالك فيه طبعا لعيبها كويس ومدرب كويس محمد عمر النور أنه الغاية آخر لحظة الحياة مصرين أنه هما يقربوا النتيجة حتى بعد ما ضايعوا ضربة جزاء في الديئة 78 ودي ممكن يعني كانت ممكن تعمل إحباط في نفس الوقت برضو الأهلي كان ليه فرص محققة جدا طبعا كان ممكن النتيجة تروح لأربعة وخمسة وستة تبقى أكتر من كده إنما طبعا نتيجة طبعا مستحقة للنادي الأهلي متسايد المباراة من بدايتها بالأداء وبالألعاب أعتقد برضو كابتن سامر في الآخر التغيرات الكثيرة اللي عملها لأنه حاسس أن اللعبة عملت مجود كبير جدا نتيجة للشوت الأولاني وتقريب النص الشوت الثاني عنده مباراتين كمان مهمين في البطولة مع فرقتين كبار فبيجرب اللعبة اللي بقى لها فترة ما لعبتش فالتغيرات دي ممكن تكون أثرت برضو على الأداء شوية دكتور سابت مكسب مهم جدا تكسب الزمالك تلات نقاط مهمين بتواصل تصدر المسابعة بس قبل مسألك نروح لملعب المباراة لزميلنا فاروق صلاحه ومع بعض اللقاءات فضل يا فاروق من جديد أبا جد التحية بك يا كابتن أسامة وبالكابتن محمد حشيش وبالدكتور رحمة ثابت وبكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة الآلي في كل مكان مليون مبروك للنادي الآلي زي ما قلنا خطوة مهمة في ثلاث خطوات النهاردة الفوز على الزمالك بنتيجة ثلاثة أداف مقابل هدف يتبقى على البطولة مباراتين أمام ودي دجلة وفريق زد أنا معي في هذه الأثناء الكابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني الفريق النادي الآلي كابتن سامر تحياتي لكابتن أسامة حسني كابتن محمد حشيش الدكتور رحمة ثابت مباراة النهاردة إدارة مباراة فنية الكابتن حشيش اتكلم من الكابتن سامر أدار المباراة فنية النهاردة ادى فرصة كتيرة مع تبديلات عملها في شوت تاني لما اطامن لنتيجة اللقاء خلينا أقول لك مبروك فوز مهم النهاردة الله يبرك فيك كابتن فاروق وطبعا برحب الناس اللي في الستوديو كابتن حشيش كابتن أحمد ثابت وكابتن أسامة حسني مباراة طبعا مباراة كبيرة كنا عندنا مضغوطين بدلعيبنا يوم اللي اتنين الزمال الكاميرية عندنا لعيبة عندها أربع ثلاث انذارات أربع لعيبة عندهم ثلاث انذارين فطبعا كان في حرص جامد مركزين لأن المباراة كلها مرتبطة ببعت لازم نكسب الثلاث مباراة زمالك فريق كبير عملنا مباراة مميزة جدا 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 اللعيبة التزمت بالتاكتك غيرنا التاكتك كذا مرة خلال المباراة لكن اللعيبة متضربين على الحاجات دي الحمدلله اللعيبة سابق سننها بكتير من خلال الإداء من خلال التاكتك من خلال التنفيذ أحمد ربنا على الفوز ربنا يكلل مجهود اللعيبة ومجهودنا كلنا كجهاز مجهود الكابتن خالد ومستر مايكل بالفوز بالبطولة إن شاء الله كابتن ساي، سامر شفنا ما بين التباين وما بين شوطين اللقاء الشوت الأول مع الأداء اختلف في الشوت الثاني رأينا تنوع في الجانب اللجومي رأينا نلاعيب في الشوت الثاني قلت ماذا ما بين الشوتين؟ أول شيء نحن invert في التاكتيك بين الشوتين كنا أبدئين المبارب بالانعلب بالثانين مهاجمين الشوت الثاني اننا لقل 1-6 والثاني طبعاً هذه الطريقة التي نلعب بيها من الأول pile اللعبات الأشتغلوا بها كثير جداً بيبقى فيه دينميكية في الأداء وفيه حرية حركة جامدة في الطريقة الأربعة تلاتة تلاتة اللي احنا بنلعب بها باثنين عشرة بيبقوا عاملين زيادة عددية وراء المهاجم الوحيد طبعا اللعيبة حافظيني الطريقة دي أكتر لكن أنا كنت بباجي في المباراة الكبيرة تمام اللي بحب ألعب باثنين مهاجمين لشان أسجل هدف في أول المباراة يقدر يدينا دفعة ونقدر بعد كده احنا نتحكم في سر المباراة يعني خلالها بعدها ببدأ عامل التغييرات والتغيير في التكتك كابتن سامر أخيرا مفاضل خطوطين مباراة دجلة ومباراة زد هتقول لي اللعيبة بعد المباراة وشاف المباراةين دول إزاي بشكر اللعيبة جدا جدا مجهود جبار مجهدين جدا جدا لعبين يوم الاتنين اللعيبة بنقدي بكذا طريقة ده مش أي حد يقدر يعملها اللعيبة عاملين مجهود من أول الموسم بشكرهم عليه إن شاء الله ربنا يكلل تعاون بالفوز بالبطولة إن شاء الله شكرا كابتن سامر وبالتوفي في المباراة اللي جاي شكرا كابتن سامر مستمرين معاك ومهم جدا يكون عندك حارس مرمى يكون نقطة تحول في المباراة وشخصية حارس المرمى والفريق البطل لازم يكون عنده حارس مرمى تقد عمر كامل النهاردة واحد من نجوم المباراة تصدي في شوط اللقاء الأول كان هو نقطة تحول في اللقاء وقدر يحافظ على نظافة شباكه تصدي أيضا لركلة الجزاء أنا برحب عمر عمر برحب بك على شاشة قناة النادلالي مباراة كبيرة النهاردة يعني أداء كبير تصديق لكورة ضربة الرأس من اللقاء أيمن أمير وأيضا ركل الجزاء مباراة كبيرة النهاردة يا عمر شكرا كابتن فاروق ده تعب الأسبوع وتعب الموسم كله وإن شاء الله إحنا مركزين على المطشين الجايين والحمد لله لمؤدية مرحلة وعدناها ونركز إن شاء الله في المطشات الجاي إن شاء الله ناخد البطولة معارف إن فيه مجود كبير جدا بيقوم بيه الكابتن محمد فتوح معاك بيقول لك كابتن محمد فتوح قال لك إيه قبل المباراة استعديت إنت إزاي للمباراة يا عمر طبعا كان بيكلمني في المطش وكان بيكلمني في أجواء المطش بيعرفني اللعيبة بتشوت إزاي وبيعرفني جاء وريني برضو ضربة الجزاء اللعيبة بيشوتوا مثلا علي مين وكده جاء بيحفزني قبل المطش كتير الحمد لله وأشكر كابتن سامر طبعا وقفته جنبيه وكابتن فتوح وكابتن أحمد وعملين معنا مجود كبير جدا الحمد لله رقلات الجزاء دايما بتبقى نقطة مهمة جدا أنت من المتحب المدرسة في التصادر رقلات الجزاء توقع استنى اللاعب مع آخر حركة لي قولي أنت بتتعمل بقني مدرسة أو كابتن محمد فتوح بيشتغل معاك على أن ينشق لا أنا كنت بتفرج على فيديوهاتهم كتير كنت بشوفهم بيشوتوا فين شفت كام لعب وكذا لعب فأنا حافز قبل ما يشوت فأول ما دخل الحمد لله كنت عارف ويشوتها فين بس أنا بتوقع يعني الحمد لله توقعتها صح مين مسلك الأعلى وتحبيب تقوله إيه كابتن محمد الشناوي طبعا بس الأعلى وأحسن جون في أفريقيا عايز تقولي لكابتن محمد الشناوي ورسالتك لكابتن محمد شناوي الخلق قناة نتنادي الأعلي وإحنا مقبلين غدا على مباراة مهمة جدا أمامه فاق سطيف طبعا هو اللي شايلنا المتشط اللي فاتت وشايلنا مع المنتخب وإن شاء الله يقد كويس ويكون ليه دور مهمة جدا في ناخد بطولة شكرا كابتن أسامة مستمرين معاك وتخطيطنا ومستمرنا مع حضرتك بنضميلي أحمد عبدين صاحب هدف النهاردة الهدف الثاني للنادي الأعلي أحمد ده برحب بيك على شاشة قناة النادي الأعلي بالضبط كابتن أسامة بيقول لي واحد من نجوم المباراة بالفعل كابتن أسامة قال لي الشهادة كبيرة خلي بالك كابتن أسامة حسني دلوقتي بيقول لي واحد من نجوم المباراة كابتن حشيش أشاد بيك دكتور أحمد ثابت النهاردة المباراة الكبيرة هي اللي بيبان بها شخصية اللعاب اللي يقدر يمثل النادي الأعلي النهاردة أبرك لك على الأداء وأبرك لك على الهدف عبدين طبعا شكرا لليجا كابتن والكابتن كلها اللي هناك وطبعاً الحمد لله وكنا نفسها نجزل المطش ده والحمد لله حصل وطبعاً مبسوط جداً بالجن اللي أنا جبته وبشكر ربنا يعني على الجن اللي أنا جبته أحمد إحنا يعني قناة الأهلي بتنقل دايماً المطشوات وبنتفرج لكن أنا دايماً بتابع المطشوات وأعرف إن الكابتن سامر بيديلك تعليمات في الزاد في القرات السابة أو الركلات الركنية بتطلع تكمل عايزك تتكلم على النقطة دي والكابتن سامر بيقولك ايه طبعاً أول حاجة بيقولها لي اللي أنا روح بقلب على الكورة دي أول حاجة كابتن سامر بيقولها لي وطبعاً هو بقى في التمرين بيقول لي التحركات وأطلع إزاي أنا ومازل بيلعب جنبي وبالطريقة اللي هو بيقولها لي في التمرين أنا بيعملها بالضبط في المطش وبلاي كورة تجيلي الحمد لله نهاردة كابتن محمد وهبا المدير الفن المتخب مصر قاعد موجود بيتابع أشاد بأدائك وأشاد باللعبين خلاص إحنا مقبلين على مرحلة صعبة جداً سواء مع المنتخب أو مع النادي الأهلي شايف الفترة دي إزاي؟ طبعاً فترة صعبة قوي مع النادي عشان لسه قدامنا مطشين والمطشين تكسبوا وناخد دوري إن شاء الله هنكسبوا معني فلازم طبعاً خلاص ننسى المطش ده ونركز في المطشين الجايين وفي المنتخب بقى يعني طبعاً أي بطولة جاية لازم نكون جاهزين لها ونتمرن مع المعسكر وفيه معسكر جاي وكده عايز تهدي الهدف النهاردة المين؟ الهدف ده النهاردة تهدي المين؟ الأحمد رضا عشان هو كان قيل اللي هجيب جون أحمد أحمد رضا نتمنى له السلامة نشكر زمينة فروس صلاح دكتور سابت مكسب النهاردة مكسب مهم جداً يعني مع مكسب النادي الأهلي برضو النادي الأهلي بيواصل تصدر جدوى المسابة خاصة المولين العرب كان بلاع في نفس الوقت وفاز 4-0 فكان فوز النادي الأهلي النهاردة مع الأداء الرائع ده كان مهم جداً طبعاً فوز مهم جداً نشاف النهاردة الفوز ده 50% من بطولة الدوري لسه 50% التانية مكسبك على ودي دجلة ومكسبك على نادي زد في المطشين الجايين مش عايزين نستنى بقى أو نعتل في مطش أو نستنى وننتظر ننتاج الآخرين لا إحنا الكرة في ملعبنا نكسب المطشين الجايين ناخد الدوري النهاردة عندنا يعتبر أصعب خطوة في الطريق للقب الدوري الفوز ده بيخليك برصيد 70 نقطة في الصدارة طبعاً الحاجة التانية أنا شاير زي ما أنت قلت الكابتن سامر تدخل الشوت التاني عدل طريقة اللعب شوفنا هدفين في أول 15 دقيقة المشكلة كانت في الشوت الأول أحنا بدأنا بشكل كويس جداً أول ربع ساعة بس حتة صناعة اللعبة في العمق كان فيها مشكلة ما خليك فقدة وسط الملعب شوية الشوت التاني هو كابتن سامر عبد الرحمن عمل إيه؟ حول اللعيب اللي هو هشام مصطفى اللي هو الجناح الشمال دخله في عمق الملعب كارتكاس ثالث مع أدم سمير ويوسف إسلام ودى إبراهيم عادل اللي هو كان بدئ به رأس حربة جنب حسام عادل حوله جناح الشمال وعمر سيد معوض جناح يمين حتى لو جبنا الهدف الثالث شوف التحولات شوف الجناح اليمين مين والجناح الشمال مين حتلاقي أن عمر سيد معوض هو الجناح اليمين وهشام مصطفى هو الجناح إبراهيم عادل هو الجناح الشمال وهشام مصطفى دخل قصانع على العاب وقدام حسام عادل فواضح أنه هو عالج لبعض السلبيات اللي كانت موجودة في الشوت الأول فانزلنا الشوت التاني قدرت أن أنت ترجع وتجيب هدفين في أول ربع ساعة واتكلمنا ما بين الشوتين هنا على دور كابتن سامر عبد الرحمن في الضربات الركنية والضربات السابتة دي من الحاجات المهمة اللي قلناها مدرب السابتة ودورها مدرب واضح أنه هو محفظهم شغل كبير جدا حتى لو جبنا برضو الهدف الثاني سواء جبنا الهدف الثاني أو الثالث الهدف الثاني في شغل كتير الاتنين شغل مدرب واضح بصراحة بصمة كابتن سامر عبد الرحمن واضحة في الهدف الثاني والهدف الثالث للنادي الأهلي الفوز ده بيزودك خلينا أقول لك رقم مهم جدا إن دي تاسع سلاسية للنادي الأهلي موليد 2006 في الدوري السنة دي تسع سلاسيات يعني كسبنا تلات سلاسية بنتيجة تلاتة سواء الشرياء للدخان لإسماعيلي للاتحاد المقصة ودي دجلة الشرياء للدخان المقاولين المصري وبعد كده النهاردة الزمالك تسع سلاسيات لفريق 2006 ده رقم كواس جدا بنوصل للهدف 77 في 29 مباراة بمعدل هدفين وستة من عشرة دليل إن إحنا عندنا قوة هجومية كبيرة ولكن أنا شايف إن فيه برضو بعض الأخطاء الدفاعية اللي محتاجة كابتن سامر يقف عليها الفترة ويشتغل عليها الفترة الجاية وتأكيدا للكلام أنت الشرط الأول عمل خمس محاولات في الشرط الأول بس الشرط الثاني انت عمل عشرة عمل الضعف فده تأكيد إن تغييرات هو حتى في التصريحات قال إن أنا غيرت طريقة اللعبة أكتر من المرة هو أصد إن هو بدأ الشرط الأول بربعة أربعة أتنين مع بداية الشرط الثاني رجع للأربعة أتلاتة أتلاتة بحيث إن هو يعالج مشكلة الكرة الثانية ومشكلة وسط الملعب اللي كان متخب مننا في الشرط الأول طب تعالوا نحل مع بعض أهداف اللقاء النهاردة الهدف الأول اللي جي في الدقيقة التاسعة كابتن حشيش وهدف حلو جدا متابعة جيدة من حسام عادل من عرضية برضو رائعة من عمر سيد معاوض الهدف الأول كلمنا عنه كابتن حشيش طبعا السيد معاوض طبعا عمر وقف على كورته وبص لعبها بالعرض طبعا حسام رايح على العرضة الأريبة سرق المساك وراع على الحتة الأريبة حطها فيه العرضة الأريبة أو في الزاوية الأريبة طبعا تحرك وفيه واحد تاني كمان أعتقد ممكن يكون الانتشار جايد هشام برضو نكمل برضو عشان لو عدت من القريبة هلاقي نفسه برضو على البعيدة فدي برضو نموذج له الهجمة المنظمة والتكملة الهجومية عن طريق طبعا الاتنين واحد على العرضة الأولينية واحد على العرضة البعيدة لا ارجعوني بس الهدف الأول الكوة اللي حطاها بدماغه الهدف الأول الكوة اللي حطاها صام عادل الكرة بدماغه برضو خدت ايد الحارس ودخلت برضو مقدار الكوة كان مهم جدا بس البند لما لعبها بند خطت يعني البند ده فرق توجيه هو قطع حلوة وعب قايم القريب والبند هو كمان كابتن أحمد رووف مبيرح ما كنت بكلم معاه قال لي المدارب المساعد لكابتن سامر عبد الرحمن قال لي أنا بشتغل معاه لسه في القطع القايم القريب وفي ضربات الرأس لسه بيتطوروا منه الحتة دي فدي ترجمة المجهودهم معاه بصراحة أن الراجل النهاردة بيسجل هدف عجبني البند اللي هو عمله وطبعا التحرك والقطع القايم القريب ده تحرك مهاجم كويس جدا وانتشار رائع كمان من هشام مصطفى في إزاوة البعد يأكثر من واحد مكمل الهدف الثاني واحد من نجوم المباراة أحمد محمد عبدين ده مدافع ما شاء الله بيمتاز بالهدوء بتحضير الهجمة بالطول كمان بيظهر النهاردة في لقطة مهمة جدا إحراز الهدف التاني هدف التأمين للنادلة واضحة أسامة أنه هو دي حاجة متفق عليها لأن الكورنر ما تلعبش من مرة واحدة على طول بيرجع للباك الباكرايت بيحطها على البعيدة بحيث طبعا بيستغل أن دايما الديفنس وضع طبيعي لما الكورنر بيرجع الوراء الديفنس بيطلع لقدام شوية بيبقى كل تركيزه ناحية الاتجاه الكورة وهي جاية بيبقوا سايبين الحتة البعيدة فالتكملة أن أكتر من واحد كمان غير أحمد عبدين وقفين على البعيدة كنترول اللي عمله كرة تحت رجله ويحطها بطن رجله فيه الوري برد الفعل السريع ده طبعا هو ده تلاتة ربع جون قلنا للكورات السابت يا دكتور سابت دور مهم جدا تحل مفتاح هجومي مهم اللي فالي 2006 ارجع بس للقطة من أولها الأول أعماره حنلاقي فيه اتنين لعيبة واقفين وقف ثانية واحدة هو هنا موقف اتنين لعيبة على الضربة الركنية ده تاكتك هنا التاكتك ده بيتسموه تلات لعيبة على الضربة الركنية اتنين واقفين وواحد وقف على الخط بره عشان تتلعب للعب اللي جاي ده يقوم رفعها على البعيدة ليه؟ عشان زي ما كابتن محمد قال اللعيبة تتحرك وفي نفس الوقت عددهم بيقل انت بتدي فرصة والراجل يحمد الواقف جنب الكورنر لو انت قلت عليه ده واحد انتباهي ان الناس ان الوضع طبيعية كرة تتلعب وعشان اسحب عدد اقل العدد مدفعين كمانا كابتن محمد انت كده انت مطلع اتنين لعيبة من الزمالك بره وانت بتسحبهم كلهم وبعدين ده موقف من على البعيدة اطول لعيف الفرق احمد عبدين عندنا لانتخلي بالك عشان تستغل اللعبة في اللقطة دي عندك اربعة ابيض من لعيب نادي الزمالك في ناحية الكورة انت تطلع اربعة بره اللعبة ده ايه سببهم ان فيه لعيب واقف وفيه لعيب واقف وراء فخلق فرحل عمل نقص في مدفعين عدد الزمالك جوه المنطقة كل ما بتقلل عدد المدفعين جوه بتفرغ القلب بتفرغ القلب وبتزود المساحة للمهاجم انه يجيب جوه كمل اللعبة بق كمل بص اتلعبت طبعا هو هنا كلهم جيرهم عشان ايه يلحقوا يطلعوا هب اتلعبت لمين على البعيدة اللعيب اللي هو اطول واحد عندنا احمد عبدين قدر ان هو يسجل منها الهدف ورد الفعل سريع انه كورة تحتيه بحط بطن رجله لانها كمان معدية من اتنين حاول يلعبوها مساج بتاعنات الزمال لعيب كورة كويس اوه كابتن محمد احمد عبدين العيب بيحضر الهجمة بشك بيفكرني بأحمد حجازي انا بفكرني بادر بنون بادر بنون بالطول والهدوء والتحضير والاتزال حتى بتاعه في قطع كورة هاي صراحة وهو الاساسي في منتخب مصر والمدافع هو يعتبر افضل مدافع في السن ده طبعا محتاج يشتغل ويتطور اكتر في الفترة الجاية مش معنى ان احنا بنشيد ان احنا لا ده احنا بنشيد علشان عندنا ماتشين جايم مهمين صح صد واد الدجل وزيد عايزين نزود اكتر وندوس اكتر الهدف التالت ونشترك فيه كابتن حشيش والدكتور احمد ثابت هدف حلو اوي 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 جملة رائعة للدعم من الاول رجع رجع هنا هوري الحضاكي التغيير اللي عملها وقف بس هنا مين اللي هناك ده عمر سيد معوض اللي معاك كورة مين رقم 10 اللي رايح له ده اللي هو هشان مصطفى اللي هو كان على الورق جناح شمال في الشرط الاول ده بيبينلك تغيير طريقة اللعبة منه انه هو حولها الاربعة ثلاثة ثلاثة والجناح اليمين مين من رقم 17 اللي في الاخر الشمال ابراهيم عادل اللي هو كان بيلعب مهاجم فابدأ كمل بصوا عمر سيد معوض معاك كورة هو اللي بادئ الهاجمة مين اللي بيشول له هنا داخل الجناح بيضم للقلب الجو ابراهيم عادل مين ابراهيم عادل بيشول له بازيهال او بازيهال ابراهيم عادل ده كان مهاجم في الشرط الاول الشرط التاني تحول الجناح شمال استنوا وقف بقى هنا تحرك عمر سيد معوض تحرك هنا بعد ما ابراهيم استلم الكرة بشماله واستلم هنا بالشمال فتح له مساحة الرؤية صح يعني ما استلمش برجله لمن الشمال فتح الرؤية مرة تانية بس تحرك عمر سيد معوض الجناح اللي بيضم الجوه. عشان كده أنا كنت بأتكلم في بداية المطش. إنه عمر سيد معوض لما بيضم للقلب بتقدر تستغله أحسن. عمر سيد معوض جناح بيتحول لمهاجم تاني. هنا بص أهو كمل. هنا طبعا تمريرة ممتازة من إبراهيم عادم أس سيسك ممتاز. كمان استنى على كرة وأحمد لغاية ما المساك طلع يقابل. وفضل حتة لجنب المساك التاني. يعني سندة الكرة الأول ملعبهاش بسرعة. استنى لما الراجل يجيله ولعبها في الحتة الفاضية. طبعا هدف جملة كمان معمولة دي برضو من سامر. يعني واضح إنهم متضربين عليها كتير. أحلى هدف طبعا. أحلى هدف لأنه كمان في قطع على من المساك الداخل يعني الجناح بيضم الجوه. بص إبراهيم عادم. الجناحين دخلوا للعمق. هنا الجناحين دخلوا للعمق استغلت العمق الملعب. اللي كانت مشكلة الشط الأول عندنا. النهاردة كان عندك اتنين في العمق. كمان الحلو في الهدف أنها كان المفترض إنها تيجي من عمر معوض لمسة واحدة. فكون كمان إن حسام يفكر ويكمل يعمل فلو عليها برضو دي. ده تفكير هاتب. ولو ما جبنا أهداف الأهل والمقصة الإسبوع اللي فات كان فيه برضو هدف كده تكملة من حسام عادل. لو نجيبه جماعة. لو نربط الهدف ده بالهدف ده هنلاقي إن حسام عادل عنده عملية المتابعة. دايماً بيتابع في الكرة اللي هي كمل فيها فدي بصراحة تحسب برضو. ده مهمة طبعاً. ده هدف مهمة أو بالهدف. وبالنسبة برضو هسام عادل ده الهدف رقم هو النهاردة سجل هدفين. فده الهدف رقم 18 ليه في الدوري موليد 2006. هسام عادل اللي هو كان كنا بنتكلم عليه إن هو مساك في المنتخب وبيلعب مهاجم في النادي الأهلي. في حاجة برضو أنا أعز أقولها برضو لما أنت تقول يا أحمد الأهداف أهداف النادي الأهلي 74 والنهاردة طبعاً فيه ثلاث أهداف على 77. ما ننساش برضو إن فيه خمس أهداف في الاتحاد السكندري دول اتلغوا من النادي الأهلي أو تشالوا من النادي الأهلي. بعد انسحاب طبعاً الاتحاد كان هيبقى عدد الأهداف فوق 8 هدف ده يعتبر سكور كبير طبعاً يدل على إن الفرقة دي فرقة بتلعب فرقة بتلعب ناحية الهجومية وبتركز على إحراز الهدف ودي حاجة إيجابية في المدير الفني واللعبين يعني. من اللفت نظرك كابتن حشيش من لعب الزمالك طبعاً بنشيد بالحارس المرمى رياض الصنباطي. رياض الصنباطي حارس مرمى الزمالك لتصدى لأكثر من اللعبة النهاردة كان ممكن ندلغلي يزود بها عدد أهداف. ومن اللفت نظرك؟ الحقيقة أيمن رقم 12 رأس الحربة ده لعيب كويس. أيمن أحمد عبدالعزيز. لعيب متحرك وبيأخذ كرة وبيروح على الجن على طول بيلعب مع زميله. حيث فيهم أكثر من لعيب كويس نص الملعب فيه برضو محمد سيد لعيب كويس. محمد سيد اللي أحرز الهدف. لعيب برضو كويس وفي الحتة الهجومية بيكمل. عبد الرحمن كمال برضو من اللعيب الكويس. يعني الحقيقة هي فرقة فيها لعيبة كرة مميزين الحقيقة. ونقصين بس يعني شوات خبرات نتيجة لسه لصغر السن. يعني إن شاء الله يبقوا قدام على المستوى كويس. عايز برضو عمارة نعرض الهدف اللي دخل في مرمانا. اللي دخل في مرمى عمر كامل واحد من نجوم المباراة النهاردة. علشان مع نجومنا الكبار للفترة اللي جاية. او الماتشين اللي جايين ازاي يصلاحوا الخطأ. الهدف اللي دخل فينا النهاردة. هل خطأ في التمركز هل في الرقابة. الخطأ جيز ازاي برضو. ياريت نعرض هدف نادي الزمالك. علشان ده الهدف اللي دخل مرمانا النهاردة. طبعا هي. أنا عايز برضو عشان الولاد هما بيسمعونا او بعد كده. يعني كل واحد يعرف خطأ وفينا عشان الفترة اللي جاية مهمة جدا. طبعا هنا كان واضح ان فيه دور فيه دربات ركنية بصراحة نادي الزمالك بيعملها بشكل كويس جدا. اعملوا خطورة علينا في اكتر من دربة ركنية. هنا المان طبعا مش مترقب خالص. انت هنا بتلعب بنظام المان. يعني هو موقف اه زون مع مان. ولكن هنا المدافع قدر يسرق رقم 25. اللي هو اللاعب الاهلي. يوسف اسلام. يوسف اسلام. لغم ان هو عامل مطش كويس جدا. يوسف اسلام. لعب كويس او ماس بالتحامات. وعمل جاي بشكل كويس. ولكن هو هنا لاعب نادي الزمالك. قدر ان هو يقطع طبعا طويل القامة. اللي هو محمد السيد. هو طويل القامة ويلعب في منتخب مصر. محمد السيد ده. اللي هو بيلعب في نادي الزمالك. قدر ان هو يسرق مدافع النادي الاهلي. وقدر يقطع لجوه ويجيبها. طبعا الحرس هنا. انا شايفه بصراحة نجم المباراة عمر كمان. لازم يعني تعلم المدافعين. بتوقع النادي الاهلي. بالذات في الكرة اللي زي دي. لما يكون فيه. راجل في السيدري. اطوال كمان يا وسامة. لازم انا اخد. ألعب كرة من الحركة. ملعبش. ملعبش من السبات. لازم اقطع قبل راس الحربة. لان انا لو قفت انا وراس الحربة. او اي لعب تاني. وكان اطول مني. لو لعبنا هيبقى فرصته هو. طبعا افضل يعني. انما في الحالة دي. لازم ان انا اقطع من قدامه يعني. اه. برضو من ضمن الحاجات. المشروع اللي بيشتغل على النادي الاهلي. وشوفنا النهاردة. لعيب اسمه ادم سمير. رقم 26. في لعب النادي الاهلي. من اللعبة المميزة النهاردة. النادي الاهلي جاب اللعب ده. في يناير الماضي. من نادي المنصورة. من جزيرة الورد. من جزيرة الورد. من نادي المنصورة النهاردة. ظهر بأداء رائع. فدي برضو من ضمن المشروعات. اللي بيشتغل عليها النادي الاهلي. في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عايز اتكلم عن لعيب النادي الاهلي. الخطوط بقى دكتور سابت. يا كابتن حشيش. اتكلمنا عن عمر كمان. عايز اتكلم عن الخط الخلفي. الخط الخلفي. كان عمر زكريا. باكرايت. احمد عمد عبدين. مازن احمد ضاير في الدائل. اخيرا نهاردة كان رائع. وفارس احمد الباكليفت. شفت الخط الخلفي ده ازاي دكتور سابت. الخط الخلفي بتاع النادي الاهلي. عمل ماتش كويس جدا. انا شايف ان احمد عبدين ده مكسب كبير قوي. هادي. لعيب هادي. كورته كويسة. بيحضر بشكل كويس. بيجيب بيكمل عنده عملية الزيادة. تقدر تستخدمه في الضربات السابتة. حتى معنا ليه حالة في الدايئة 53. لو نجيبها. في الدايئة 53. والثانية 45. انقاذ نموذجي. في الدايئة 53 لأحمد عبدين. هايل جدا. اللعيب الثاني عمر زكريا. اللي هو الباك رايت. ده صنع الهدف. اللي هو في الضربة الركنية. مميز هجوميا برضو. وعمل شكل كويس. ده الانقاذ لا. ده طبعا. ده عمر زكريا صنع الهدف الثاني. فقده بشكل كويس جدا. مزين احمد عجبني فيه روحه. بيلعب بروحه. بيلعب بقلبه. وبيقاتل. في الكرة بشكل كويس جدا. فارس احمد برضو لعيب مقاتل برضو. لعيب عنده روح. باكليفت. لعيب مقاتل عنده روح. يعني عنده عملية الزيادة الهجومية. وبيدفع بشكل كويس التخطيات الدفاعية. بس انا شايف البارس فيهم قوي قوي. احمد عبدين بصراحة. ده خط بالنسبة لخط الضهر. خط الوسطة كابتن حشيش. عندنا يوسف اسلام. وهشاب مصطفى. وابراهيم عادل. وادم سمير. كأن رباعي في خط الوسطة النهاردة. يعني الحقيقة. من الخطوط اللي كانت برضو كويسة. يمكن كان في الشوط الأولاني. بس حتة الاستحواز كانوا. يعني مش عاملينها. بشكل كبير على أساس. يعني ادم سمير ويوسف اسلام. ما كانش يعني الوجبات بتاعهم. واضحة شوية. إنما برضو. يعني عملوا شغل كويس. بالنسبة للشوط الثاني. وخصويا بعد. إحراز الهدف الثالث. الفرقة راحت. تنساش برضو إن الفرقة دي. زي ما سامر قال. يمكن حصل مجهود كبير جدا من الفرقة دي. اللي لعبين يوم الاتنين. فمجهود كبير في الشوط الأولين والشوط الثاني. التكملة بتاعتهم. الشوط الثاني. مع طبعا. إصرار الزمالك على إنه. يرجع للمباراة الثانية. عشان كده. سامر ابتدى. يغير يعمل التغييرات الكثيرة. يريح بعض اللعبة اللي لعبت بصفة أساسية خلال الفترة اللي فاتت. عشان يقدر يرجع للمباراة الثاني. وفي نفس الوقت. عنده مطشيل مهمين جدا. فقدوا طبعا. مباراة كويسة في الشوط الثاني. معها بصراحة المساعدة من حسام وإبراهيم. يعني إبراهيم وحسام كانهم بلعبوا اثنين راسين حربة. إنما كانوا بيساعدوا الحياة في الحتة الدفاعية. يعني حسام بالتحديد كان بينزل نصف الملعب. إبراهيم كان دايما نحي الشمال برضو بينزل. يساعد ويدافع في أقصى الحتة الشمال بتاعتنا. الفرقة كلها أدوا عليهم. عملوا مبارات طبعا. مبارات قوية. دي اللقطة اللي كان الدكتور أحمد ثابت. عايز تكلم عنها في ديئة واحد وخمسين. في ديئة ثلاثة وخمسين. ديئة ثلاثة وخمسين. والثانية خمسة وخمسة وخمسة. أحمد عبدين عمل كذا انقاذ وربعض. عمل بلوك. بص هنا ده انفراد أصلا. نادي الزمالك يعني هو كان متأخر عن المهاجم. قدر يسبقه ويحط جسمه صح وينقذ الكورة. يرجع دي برضو دليل ضربات السابتة عندنا فيها مشكلة. التماركز الدفاعي. هذه الحتة اللي نقصانا. والنادي الزمالك مميز فيها. بص الكورة لما ارتدت. المدافع كان راح ينفراد. كمل 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 كمل. وقف هنا بس. بص أحمد عبدين أصلا المهاجم حطه في ضهر. يعني المدافع هو اللي في ضهر. بص أحمد عبدين قدر يسبقه ويعمل البلوك. هنا دي. عشان كده بقول له حالك بيفكرني بأحمد حجازي. أحمد حجازي هو اللي مميز قوي في الحتة دي. في التاكلنج في التاكلنج في التاكلنج دي. رغم ان هو ممكن ما يكونش سريعاوي. بس هو عنده الكدرة ان هو التوقع صح. والطايم بتاعه صح. والتاكلنج هو مميز. وهو عنده أحسن شوية برضه. يعني في السن الصغارة دي. اللي أنا بقى بشيت فيه فعلا يعني هي بناء الهجمات. الكرة من تحته دي اللي بيفتقدها معظم اللعيبة في مصر. اللي بيدعبه في حتة المساك. وعنده شخصية. لما تلاقي مساك بيلعب كرة دي. بقت عملة ندرة اليومين دول يعني. دكتور سابت تكلمنا عن كل الخطوط. متبقخ الخط الأمامي. حسام عادل وعمر سيد معاوت. حسام عادل طبعا هو يعني. أحرز هدفين. عمر سيد معاوت. عمل اتنين أسيست. اتنين من نجوم الماتش. شايف ان عمر سيد معاوت ده مكسب كبير. هو النادي الاهلي مهاري. بيكمل جوة 18. يعني شوفنا في الجون التالت ده. لما كمل جوة المنطقة. وقدر انه يتحول من جناح لمهاجم. لعيب عنده الجرأة. لعيب مهاري. موهبة صعدة بكوة في النادي الاهلي. ولكن نقصوا حاجة عشان يبقى لعيب متكامل. هي الدور الدفاعي. لو زود حتة الارتداد الدفاعي. عمر سيد معاوت عنده. هيبقى جناح مختلف. هو لعيب مهاري قوي. هداف كل مباراة بيلعبها. بيجيب هدف عالمي. بيعمل أسست بيكمل. ولكن لسه حتة الدور الدفاعي. لو موجودة كمان. ده الشغل اللي محتاج يطوره. عمر سيد معاوت في الفترة الجاية. لو طوره يبقى لعيب متكامل. على العكس بقى عسام. على العكس بسرعة عشان نديهم حقهم يعني. حسام وابراهيم. كان لهم دور كبير قوي. في ان ما شفناش ولا واحد من مدافعين نادي الزمالك بالذات المساكين. ذات في نص الملحب. لانهم كانوا خايفين. من ان الكرة تقطع. وقدامهم في حسام وابراهيم. عندهم سرعات كبيرة جدا جدا. بيحاولوا يخبطوا في دفنسينات الزمالك. ما بيخلهمش يلعبوا الكرة مرتاحة. وده خفف العبء عن نص ملعبنا. ساعد في الحتة دي قوي. ما فيش زي بقولت زيادة من المساكين بتوعنات الزمالك. لغاية نص الملعب. لان زي بقولك. بلاقي حد ضغط علي أول بأول. وبحس ان كمان عنده سرعات. يعني لو قطعت مني مش هبعه. فبتخليني دايما وقف في مكاني. ما بفكرش في الناحية الهجومية. أسامة عادل كمان يا كابتن أسامة. النهاردة بيوصل لهدف رقم 18. ده رقم كويس قوي. يعني احنا كنا بنتكلم. طب كده كابتن محمد وهب هيتعامل معه ازاي. هو انت جايل لك واحد من هدفين الدوري. جاب 18 هدف وهو بيوظفه مساك. ما هي ده بص دي. ده اللغز الموجود ده. مش لغز هو اللعب عنده مكانات كبيرة. لكن اتمنى ان شاء الله يوظفوه صح. علشان يقدر ياخد خبرات كبيرة. في المكان اللي هيلعب فيه. رجل مبارا من وجهة نظر كابتن حشيش. طبعا عمر كامل حارس المرمى النادي الاهلي مع احمد عبدين. هما الاثنين احسن اثنين. مع حسان بصراحة. لان حسان غير الاهداف انه جاب هدفين. عمل كمية جاري كبيرة جدا جدا يعني. ثلاثة يعني. ثلاثة. فتحلك المزاد النهار. لا لا ثلاثة. ثلاثة. عمر كامل احمد عبدين حسام عادل. وجهة نظر الدكتور احمد ثابت. الرجل المبارا بنسب لي عمر كامل. صد الشوت الاول انفرادين. والشوت التاني انفرادين. وبعدين حتى لما غلت في ضربة الجزاء. او تسبب في ضربة الجزاء. رجع صدها. وعجبني اولا وجبنا معلش ضربة الجزاء. وقفته في الاخر على الخط. على السبات. على السبات. وحرس عنده رد فعلي كويس قوي. عمر كامل ده مكسب. احمد عبدين المساك. ثاني على تقييم بصراحة هايل. وجبها مدافع هداف. الثالث برضو حسام عادل. لانه سجل هدفين. دول افضل ثلاثة. بعديهم وامر سيد معاوض. لانه ستسبب في هدفين برضو. للنادي الاهلي. انت قلته ثلاثة. انا بقى ايها. وقفة الخط اللي هي. لما مثبت رجله على الخط. دي حاجة بصراحة. يعني دليل ان هو حارس مكسب. زي ما قلت لحضرتك. النادي الاهلي. مصنع عنده مصنع. في حراسة المرمى. للنادي الاهلي. شفنا مصطفى مخلوف مماز اوه في 2003. شفنا مصطفى الكبير. شفنا محمد الشناوي. شفنا علي لطفي. شفنا محمد اشرف كوتو. دلوقتي بنشوف عمر كامل. عشان ما ننساش. وفي حمزة علاء. في المنتخب الأولمبي. انا اضم صوت لصوتكو. النهاردة. رجل المباراة في النادي الاهلي. عمر كامل. احمد عبدين. عمر معاوض. وحسام عادي. النهاردة فاتحين المزاد شغية. تتفل معنا. تتفل معنا. وعمر معاوض. ما شاء الله. النهاردة الاربعة. يعني ادوا. وهو الحياة برضو. عشان بس ندي الناس حقاها. كلهم كانوا عندهم حماس. وعندهم. ولابوا بقوة. ورجولها كانوا. يعني تحت. بس احنا لسه. يعني احنا قاموا تصدرين. لكن لسه عندنا ماتشين مهمين جدا. مباراة ودي دجل القادمة. وزيد مباراة الختمية في الموسم. نتمنى ان شاء الله. يعني تواصل المكسب والصدارة. ونقدر نبارك لفريق 2006. وزي ما احنا النهاردة كان يوم سعيد وفوزنا. ان شاء الله بكرة. يكون يوم سعيد على الهوية كمان. ونقدر نوصل مباراة النهية. نهاية دوري ابطال افريقيا. ونقدر نحق نتيجة جابية مع وفاق ستيف. كابتن حشيش. ما ينفعش تكونوا معايا النهاردة. وبكرة. مباراة مهمة. الفريق الاول ما نتكلمش عنها. وفاق ستيف. شاف المباراة ازاي. بكرة. قبل ما اطلع على الفصل. يعني بقولولي بسرعة. تمام. لعيبتي نادي الاهل. وشاف المباراة ازاي. يعني زي ما بعض الناس فاكرة. ان احنا المكسب هنا كبير وكل حاجة. بالعكس ده ده بيدي اريع. انا بقى العكس بيدي اريحية. الفريق وفاق ستيف. ان مش خسرانة حاجة. هي نازلة. حاسة ان عليها اسكور جامد. بتلعب بثقة اريحية. عارف اللي هي يطابط. يعني بينزل بثقة. ان هو مش لسه هيحرز هدف والاثنين. هو بينزل من الاول. هيدغط على النادي الاهلي. يلعب مباراة على الاقل. حتى يقدم مباراة قوية قدام النادي الاهلي. يرضي جمهوره بعد الخسارة. التيلة في القاهرة. دكتور سابت سريعا. موسيماني والنادي الاهلي بكرة يخلي بالهم من ايه من فلوة وفاق ستيف. هو اولا النادي الاهلي طول عمره. ومش بيفكر في رقم اثنين. قبل ما بنفكر في رقم واحد. نظبوط. يعني احنا مش هنفكر في ماتش النهائي. واحنا لسه مصعدناش من نص النهائي. الكورة فيها كتير يا كابتن اسامة. وكورة علمتنا كتير. واخرها مباراة ريال مادريد والسيتي. من كان يزدى ان ريال يجيب جنين في البلاس تسعين. الحاجة الثانية لازم يكون عندنا الدافع. واللعيبة يكون عندها الدافع. ان احنا عايزين نعزز الرقم القياسي بتاعنا. النادي الاهلي. النادي الوحيد في افراكيا. اللي قدر يكسب نص النهائي. ازهاب واياب في 2005 على نادي الزمالك. لما كسبنا نادي الزمالك اتنين واحد. عملناها قدام الوداد. عملناها قدام الترجي. وان شاء الله بكرة نعملها قدامه في فوكس تيف. مهم جدا من موسماني ان هو يروح. انا لسا منها متعادل. عايز اسجل هدف. لازم اتعامل مع المباراة بأس بس شكل. واعتقد ان ده اللعيبة والجهاز الفني عملي. واكيد ده اللي وصل اللعيبة النهاردة كمان في المؤتمر الصحف اللي شفناه. سواء من موسماني او محمد الشناو. نروح لفاصل. وبعد الفاصل خبرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس.